كان في الأمس القريب لدوي شعار الموت لأمريكا في إيران وقع كبير وعند كبير النظام مرشده علي خامنائي للدعوة بإماتة العدو الأول لنظامه كما ظن كثيرون والدعاء بموته رصيد منطقي وعقلاني لا يمكن إنكاره لا تجعل هذا الصوت المدوي يخمد أهلموا أن هتافكم هذا الموت لأمريكا وهذه الصرخة التي يطلقها الشعب الإيراني تتمتع برصيد وسند منطقي قوي وعقلاني وللغرب كله التهديد كان ينسحب بل وحتى لمن رمتهم إيران يمينا وشمالا بتهم العمالة للإمبريالية الغربية ولأنظمة الشيطان وهم كثرا بين دول وشخصيات لكن وبعد مرور السنين فجأة تحول العداء الاتفاق النووي بدأ تنفيذه وتبادل سجناء أنهى أزمة عالقة منذ سنين وابتسامات عريضة يوزعها مسؤول البلدين ولو كان هذا الأمر في روايات لكان اسمه سحر بفعل ساحر أما في العلاقات الدبلوماسية وعند العارفين بسياسة طهران في المنطقة وتاريخها فالأمر مختلف بالنسبة لطهران فإن هذا يعتبر نجاحا ستشهد بعده البلاد نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي أما في سياستها الخارجية فواضح أن القيادة الإيرانية تبنت نهجا أقل صدامية وأكثر قربا من الغرب ولربما أبرز مثال أن إيران وعلى عكس المعتاد أنهت بسرعة واقعة حدثت يوم الأربعاء الماضي حين أطلقت صراحة عشرة أفراد من البحرية الأمريكية بعد يوم من احتجازهم بموازاة ذلك يقول مراقبون أن أذرع إيران ستشهد بعد هذا التقارب الإيراني الأمريكي تذيقا وحصارا إذ ستكون إيران ووفق نهجها الجديد أقل دعما لحلفاء لها في الخارج وعلى رأسهم الميليشيات الشيعية المنتشرة في المنطقة وحزب الله في لبنان أبرزهم أمر ينفر شكوكا بخدعة سياسية انطلت لسنين طوال على حلفاء إيران صارا بن عشوبة العربية